افتتح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد أمس مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارس والمفاوض السامي للاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من رؤساء الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر وقد ألقى سمو كلمة في بداية الافتتاح أعلن فيها عن التزام الكويت بتخصيص مليار دولار كقروض وفق أليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليار دولار للاستثمار في الفرص الاستثمارية في العراق بدوره دع وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الخالد إلى ضرورة خلق أفاق جديدة وتنسيق مشترك للتحالف الدولي ضد داعش لوضع استراتيجية لمحاربة التنظيم الإرهابي وقال إن التزام المجموعة الدولية حيال العراق كان واضحا خلال المؤتمر وبلغ حجم التعهدات في المؤتمر 30 مليار دولار قدمتها 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية الكويت ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات الإمارات 500 مليون دولار قطر حزمة من القروض والاستثمارات بمليار دولار السعودية 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة أعمار العراق وتمويل الصادرات السعودية له تركيا 5 مليارات دولار على شكل قروض واستثمارات ألمانيا 315 مليون يورو في 2018 بريطانيا مليار دولار سنويا للعراق في شكل ائتمام صادرات على مدى عشر سنوات إيطاليا 260 مليون يورو قروضا ميسرة و11.5 مليون دولار مساعدات اليابان 100 مليون دولار كمنح للعراق عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في 2018 الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تعهد بتمويل قدره 1.5 مليار دولار للعراق البنك الإسلامي للتنمية 500 مليون دولار للبنية التحتية العراقية وطمأن الرئيس الوزراء حيدر العبادي المستثمريين فيما أشار إلى أن الحكومة لن تتوقف عن محاربة الفسد من جانبه أثنى مدير المشرق في البنك الدولي على الجهود المبذولة بمؤتمر أعمار العراق وقال إنها تكللت بالنجاح وأشهد الأمين العام للأمم المتحدة جوتاريس بجهود حضرة صاحب السمو وأمير البلاد ودولة الكويت بالوقوف مع العراق واستضافة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق اشتركوا في القناة